الله يساعدك يا عراق على ما أبتليت به في هذه السنين العجاف المرة والله يشوف الضيم ما شاف شعب الأرض ولا أعتقد أكو شعب بعدك راح يشوفه حتى هذه الساعة الكتل السياسية والأخوة البرلمانيين والسيد الرئيس الله يطول عمره مجتمعين لإقرار قانون الاقتراض الذي تختلف عليه القوى السياسية وأنا ما أدري هذا الاختلاف هل لأنه هي قضية ذرة قضية فيزيوية بها امطلاق إلى الفضاء الخارجي هن خلالات العبد هل قد رواتب هل قد فلان هل خلاف هذا على شنو مختلفين على شنو تردون تطول رواتب الناس تاكلها قز القرط حسبة بسيطة هالشهر ذاك الشهر تطولين فضاء طاعت صار شهرين الناس ما ما أخذ رواتب وهس قاعدين في مقر الحكمة دي شلون هذي وشلون ذيش نعم ذيش لأنهم دائما لا يثقون ببعضهم البعض تعود كل شيء يجب أن يقول منا واحنا أيضا تعودنا كل شيء يجب أن نشك به هس يقول لك واحد لا يا بتر هنا أولويات وهنا أنا أفضليات ونأجل هذا ونخلي ذاك عمي يا ولد كانت بيزالة 150 مليار لا بلطت ولا سويت ولا بنيت ولا عمرت ولا قدمت خدوات والحبايبكم والأحزابكم والقواكم السياسية الشيطانية وكلتوها من هذا الفتش لهذا الفتش هس أنت جايني ببقت الضيم حصر علي اللقمة أو حصر علي أجيب لدوة أو حصر علي أطلع جاي السولف علي أنه أنت ما زلت مجتمع حتى هذه اللحظة دا تسوي مشاريع تنموية واشلون تدير المال هو من شار الخير يغطر رأس حولتوهن اللبنان وحولتوهن الويلز وحولتوهن اللندن وحولتوهن الأمريكا وحولتوهن لجمهارة وحولتوهن الدبي هسا تقعد يسولف علي يكفي إلى هذا النزاع أن يكون هذا الكذب على هذا الشعب المسكين اللي يستعمرتوه واللي يستعبدتوه ويجيك هسا يكتب لك مثل ما أنا قبل ما أدخل الستوديا أسمع على المواطن أن يدفع عجور الماء والكهرباء والمجاري هو تغير من الطالب هذا المواطن اللي خليه تحولته إلى متسول عندك كهرباء وخدمة حقيقية من الدق الباب يطلع لك الولد يتقل لك فلوس الكهرباء أحسن ما يطردك يقوله وانا كهربائك لو هذا ميك العفن لو من تمطر تغرق الدنيا يا بأ سول فوين الناس بمنطق مرة وحدة أنتوا قياداتكم وزعمائكم بلا استثناء بلا استثناء كونوا رجالا حقيقيين ومن السولفون ويانا سولفوا عدل لأن احنا راح نعدل المايل والشعب باشري قصشوار لكم العراق تاسع دولة بالعالم بالثروات الطبيعية والمعادن من أصل 139 دولة فيها خيرات حولتوا إلى صحراء قاحلة خليتوا جرداء الناس قبل تباوع على التلفزيون تنتظر هلال العيد معقولة هسه احنا قاعدين نباوع على التلفزيون نشوف السيد الرئيس والسادة النواب ايش وقت يقولون هاي مستحقاتكم وهاي رواتبكم وروحوا كلولكم بها سم وروحوا الطيبو هيتي صارت استحقاقاتنا صدقة من قوى الفساد والظلام هيتي صارت حقوق العراقيين تستهين بها قوى شيطانية فاسدة لا تمتلك سوى خطابات متهرئة سخيفة ساقطة تشبه أهلها إلى هذا الحد يكفيكم خزيا ويكفيكم عارا ومذلة أن تظهروا على الناس في كذب جديد وما هذه إلا ألعاب وخدع ونفاق يضاف إلى ما كتبتبوه خلال 18 سنة في تاريخكم الأسود ضد هذا الشعب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر